تمثل محطة قطرات صعيد مصر نقطة تحول بمنظومة السكك الحديدية المصرية فهي تقدم أعلى مستوى من الخدمات وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة لهيئة السكك الحديدية السكك الحديدية شرين التنمية في ربوع مصر وحلقة الوصل بين محافظاتها وضعتها الدولة في صدارة أولوياتها سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن ومنذ عام 2014 تنفذ الدولة مشروعاً طمحاً لتطوير منظومة السكك الحديدية وصلت تكلفته حتى 2024 إلى 225 مليار جنيه المشروع يهدف إلى رفع قدرة المنظومة على نقل الركاب والبضائع فضلاً عن تحسين مستويات الأمان والسلامة وتقليل امبعثات الكربونية وفي سياق هذه الخطة من المقرر توريد 260 جراراً جديداً بالإضافة إلى إعادة تأهيل إجمالي 172 جراراً كما شهدت المنظومة إضافة قطارات حديثة من طرازات متقدمة مثل قطارة شركة تالغو الإسبانية حيث دخلت ستة من أصل سبعة قطارات الخدمة بالفعل علاوة على ذلك جرى توريد 879 عربة ركاب جديدة و449 عربة بضائع ضمن عقود مع شركات عالمية مما يعزز من قدرات النقل اليومية ويرفع طاقة نقل الركاب من مليون ومائتي ألف راكب يومياً في عام 2014 إلى مليون وخمسمائة ألف راكب يومياً بحلول عام 2024 تحتل البنية الأساسية مكانة مركزية في خطة التطوير حيث تم الانتهاء من تطوير 692 مزلقاناً من أصل 1120 مخططاً وتجديد مسافات سكة بإجمالي 1344 كيلو متراً مما يسهم في تحسين سلامة وفاعلية النقل كما تم تركيب بوابات إلكترونية في خمس محطات رئيسية مما يسهم في تنظيم حركة الركاب وتقليل التكدس من أبرز ملامح تطوير المنظومة هو الانتقال من نظم الإشارات الميكانيكية إلى النظم الإلكترونية حيث تم تطوير خمسة خطوط رئيسية بإجمالي أطوال يبلغ 971 كيلو متراً هذا التحول يهدف إلى زيادة معدلات الأمان والسلامة وتقليل زمن الرحلات تطوير عمليات الصيانة يحتل جزءاً كبيراً من خطة التحديث مستهدفاً 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة في عمليات الصيانة والإصلاح وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ورش مثل كوم أبو راضي وأبو زعبل بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة مثل جنرال إلكتريك وتالجو ولتكتمل خطة التطوير دون الاهتمام بالعنصر البشري كركزة أساسية في تطوير المنظومة لذا تم وضع خطة شاملة للتدريب والتأهيل حيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية استثمار ضخم ورؤية مستقبلية تهدف إلى تطوير قطاع السكك الحديدية مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال تقديم خدمات نقل حديثة وأمنة كما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي في مصر حرصا من الدولة المصري على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسعيا لمواكبة ركب التقدم والتطور تأتي محطة بشتيل لتكون إضافة هامة لمنظومة السكك الحديدية المصرية الأعرق في الشرق الأوسط محطة بشتيل إضافة قوية لنظام السكك الحديدية في مصر الذي يعد الأقدم في المنطقة ويمتد على مسافة عشرة ألاف كيلو متر تأتي المحطة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تخفيف الزحام في محطة رمسيس وتحسين خدمات النقل بالسكك الحديدية ومع وجود مليون ومئة ألف راكب يوميا يستخدمون قطارات السكك الحديدية فإن محطة رمسيس التي أنشأت في عام 1854 لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الذين تجاوز عددهم 104 ملايين نسمة وبالتالي تعتبر محطة بشتيل ضرورة ملحة لتحسين حركة النقل وتخفيف الازدحام تم اختيار موقع المحطة بعناية ليكون وسطا بين محطتي رمسيس والجيزة مما يسهل الوصول إليها من مختلف الاتجاهات هذا الموقع الاستراتيجي يجعل من بشتيل نقطة التقاء رئيسية لخطوط السكك الحديدية ويعزز الربط بوسائل النقل الجماعي الأخرى مثل الخط الثالث للمترو والمونوريلة تبلغ تكلفة إنشاء المحطة 2 مليار و500 مليون جنيه بطاقة استيعاب تبلغ 250 ألف راكب يومياً وتشمل مبنى رئيسياً مكوناً من عدة طوابق يضم خدمات متكاملة بالإضافة إلى ورش تجهيز وصيانة للقطارات يضم المبنى عدد أربعة أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي بعدد ستة خطوط منها خطان لأصوات وخطان للمناورة وخطان للقطارات المنتهية في المحطة والقدمة من الوجه القبلي محطة بشتيل جاءت لتغير خريطة قطارة الصعيد بنكهة عصرية ذكية تخدم أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل مما يسهل حركة المواطنين ويخفف الضغط على الشبكة الحالية